هو اللقاء الأول بين وزيري خارجية القوتين العظميين في العالم منذ أن أعلنت واشنطن تعليق المحادثات مع موسكو بخصوص سوريا اجتماع يأمله وزير الخارجية الروسي لافروف أن يساعد على إطلاق حوار جاد يستند إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية وأن يكون الاتفاق الأخير نقطة بداية جديدة لوضع حد للإرهاب في سوريا الذي تدعمه بعض الأطراف الإقليمية والدولية السعي الدبلوماسي بشأن سوريا يتعاظم في الساعات الأخيرة قبل الاجتماع حيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جانمارك إيرولت كرر في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي عزم فرنسا على متابعة حوارها مع روسيا وبصراحة تامة مشددا على الضرورة المرحة للخروج من المأزق الحالي روسيا ستحضر الاجتماع حاملة في جيبها ورقة تقاربها مع تركيا التي لاقت استحسانا من بعض الأطراف الإقليمية الفاعلة في الأزمة إضافة إلى دعم حلفائها ولسيما الصين لكنها تشدد على ضرورة محاربة الإرهاب والحل السياسي في سوريا وضرورة الاتفاق بين الأطراف الإقليمية والدولية كافة